هايتك أفريكا البرنامج هذي الهدف متاعه الأهم هو دعم شركة نجأة خاصة في المرحلة المباكرة من خلال شنو من خلال تزويدها بمزيج من التوجيه التعليم المرافقة ومش غادي بركة الدعم حتى في السوق فاليوم يظهر لي سفاغيكم مع امبيزا دخلوا المرحلة جديدة ما نحكيوش على تكوين بركة أو معلومات فقط نحكيو علم مرافقة وكذلك دعم في السوق سفاريكم هي الشركة الاتصالات المتاكينية اللي في الأصل كانت بارتونارية مع فودافون من انجليتيرا ما بعضهم عملوا بارتونارية وأول بالبولدين في الشركات في العالم اللي لنسوا البايمان بالموبايل موبايل بايمانت إذنك البرودوية هذيك الامبيزا اللي قاعدين بنحكيو عليا قادش منا عم بتاوحنا وحن مازل نستنوه في تونس ندوار عن اكيفالان بتاع امبيزا ومازلنا ما فهم حد شيء الحاجة جديدة اللي سايرة هي كو قاعدين اللي اللحظوا انه في كينيا 30% من الاستغتاب معناها اللي يقع خلقهم 30% بركة 30% يقدروا باش يواصلوا المشوار بتاعهم في البزنس بتاعهم سبعنا 70% من شركات استغتاب اللي تتخلق في كينيا تزمحل فعلش تزمحل على خاطر ما فهمش فينسمن دونك صاف عليكم جيت قررت انه باش تخلق ان فاند 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 للاستغتاب متاع كينيا بارتكولير من ركزة على الاستغتاب متاع كينيا وبدأت اذكر كبانها دجا من 2014 عملت ان برمير فاند اسمه سبارك فاند والفان هدايا في اي مليون دولار في ستة مؤسسات صغيرة ناجئة وعونتهم باش يبدأوا البرنامج متاع هنا هوني نحب نعارج على النقطة او نسألك للتوضيحة سيريدا متفكروا انه سافريكم حاليا تعبر على روحة وتقدم روحة كانتخبخيز تكنولوجيك اغيونتي فاغ لا غياليزازون دوبجيكتيف هذا هو اليوم سافريكم نفكروا انها في جوليا اللي فات اعربت على نية متاحة انها تستحوذ على شركات جديدة لرأس من الاستثمار متاحة المشروع ذات تحصل على الموافقة متاع المساهمين في شركة سافريكم في الاجتماع الخمسطاش في جولال اللي فات هل اليوم الخطوة جديدة متاع سافريكم انها تقرب لها الاستخدام ينجم زادا ومش ينجم بش ينفحها بطريقة مباشرة بمعنى انها توصلهم من استخدام الماتوريتي وتنجم بعد تستحوذ عليهم زادا هي وتدخلهم الكابيتال متاحة بالضبط هو عيوظا هي يبيتها باش تعمل عندها هي تعمل تعمل تعطي فرصة للشركات الناشئة باش هي تخل الامور بيديها لكن شنو النقطة اللي هي مبينتها هي والشركات الناشئة الاهداف يجب ان يكون فهم نفس الاهداف واشتراك في الاهداف باش ينجموا ببعضهم يمشيوا نحو نفس الفكرة والرؤية الي عندها سافريكم الفان جديد هذا يبقى بدأ با ميلاون دولار توابش يمشيوا فيا فان دو 5 ميلاون دولار والفكرة انه سافات هدي تيكي دو 5 ميلا دولار بالنسبة لي الاستغتاب تكنولوجيك الفينتك اللي هما معناها عليني على المؤسسة هذية المهمة من هم الشركات في فريقيا سافريكم فاكروا ان النتيجة هذية متاع التطور والاهتمام بشركة ناشئة من طرف سافريكم مبدأتش التوى عند هالسنوات نفاكروا انه سافريكم كانت بالفعل اطلقت صندوق استثماري عام الفين واربعتاش صندوق هذية سبارك فانتشر حاولت من خلاله دو كل مليون دولار هذيك حاولت من خلال انها تتعاون ستة شركات ناشئة لهيك انت اي بروكور فارم درايف انيزا اجوا ولنك وساندي ونفكروا انه شركات هذية ناشئة هي تستجيب او تجيب للطلبات المجتمعية اللي موجودة معانتها في كينيا فعليا وعام الفين وعشرين بكبر المطاولة خمسة مليون دولار والاكيد والاكيد جدا انه سنوات القادمة تخبز اكبر نتصور بش تكشف عليهم سافاريكو. هي معاناها مبادرة جديدة معاناها محتى شركة تتسالات في فريقي عملت سافاريكو معانا ديما بالمبادرات اكيد. الوحيدة اللي في فريقي قررت انه بعد اخذت موافقة من السلطات وخاصة موافقة بتاع مجلت اداره بتاع انه المهمة بتاعها ماش بيش تولي انكوباتور هي ولا فنجا كبيتل هي مهمة متاحة باش تعمل تلكمنيكاسيان وكهو فالفكرة هذي جديدة فحاجة ممتازة في كينيا كوري فوى كينيا قادة توري حاجات ممتازة في الهاي تاك وفي الفين تاك وفي الاتاك الاستختاب كينيان قاعدين يوريوا كل عام اللي هما ممكن ينفسوا اهم الاستختاب في العالم ونتمنون كل نجاح اكيد جدا هذا هو نحن بعد شوية في كمبوس افريك بيش نتواجه بمعلومة مهمة وفرصة مهمة لسيدات اللي اسمعوا فينا اللي عمرهم اقل من فنين وثلاثين سنة واللي مسجلين في برنامج سنة اولى او ثانية لسانس ولا كذلك ماجستير فما فرصة اليوم تقدمها مؤسسة واو ودول وفا ودول وفا ودول وفا من حديد السيد للنساء الافريقيات في مجالات العلو التكنولوجيا والهنسة والرياضيات اتفايل افشنك تشوفت في كمبوس افريك